اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 745 اصابة جديدة بفيروس كورونا فيما استقر عدد الحالات الخطيرة والتي تحتاج لاجهزة التنفس الاصطناعي ووفق معطيات الوزارة فقد ارتفع عدد الاصابات النشطة الى 8456 حالة فيما بلغ اجمال عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا الى 2806 حالات وفا وفي البلدات العربية ينتشر فيروس كورونا بشكل ملحوظ حيث تم تصنيف عدد من البلدات العربية بالحمراء والبرتقالية كما ويتوقع ان تضاف بلدات في الجليل والمثلث للقائمة الحمراء وبالتالي فرض الاغلاق التام عليها